السلام عليكم أعزائي المشاهدين أجواء غائمة جزئيا مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة قد تنشط أحيانا تصل سرعتها إلى 45 كم الساعة وأيضا الأجواء البحرية غير مناسبة لأي نشاط بحري ابتداء من اليوم حتى مساء الجمعة تعرف على تفاصيل أكثر التغسل الحالي على مدينة الكويت درجة الحرارة الحالية 20 درجة مئوية رطوبة نسبية مرتفة نوعا ما تصل إلى 73% رؤية لفقية متدنية تصل إلى 6 كيلو أجواء غائمة جزئيا مع رياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 11 كيلو متر في الساعة صورة الأغمار الصناعية توضح عبور لبعض السحب العالية من توسطة خلال 24 ساعة القادمة وراح مستمر معانا تداء من اليوم حتى مساء الخميس لا تزال بلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي قادم من شمال شفل جزيرة العربية وراح يستمر معانا خلال 24 ساعة القادمة مسبب نشاط بالرياح الشمالية الغربية وأيضا انخفاض في درجات الحرارة الليلة أجواء باردة نسبية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدد سرعة البحر تنشط أحيانا قد تصل سرعتها إلى 45 كيلو متر في الساعة درجات الحرارة بشكل عام متفاوتة ما بين العشر درجات إلى 13 درجة مئوية على المناطق الغربية من البلد أما بالنسبة للمناطق الساحلية قد تصل درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية في ساعات الصباح الأولى أجواء باردة نسبيا مع استمرال الرياح الشمالية الغربية ورح تكون نشطة خاصة على البحر ننوه المرتادي البحر وأيضا الحداقة أنهم يأخذون الحيطة والحضر درجات الحرارة بشكل عام متفاوتة ما بين 7 درجات إلى 14 درجة مئوية هناك دفء نسبي خاصة على المناطق الساحلية باتر الظهر أجواء مشمسة وأيضا هناك تشكلات لبعض السحب العالية والمتوسطة في بعض المناطق ودرجات الحرارة المتوقعة على المناطق الغربية من البلاد الشقاية والسالمية 15 درجة مئوية بالنسبة لمدينة الكويت قد تصل درجة الحرارة إلى 16 درجة مئوية الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة خفيفة إلى معتد الموج وارتفاع الموج مواحد إلى 4 أقدام وقد يصل من 2 إلى 6 أقدام يعلو أحيانا المد الأول بمشيئة الله ساعة 1 وربع صباحا المد الثاني ساعة 3 ونصف مساء الجزر الأول ساعة 8 وخمس دقائق مساء بالنسبة للجزر الثاني الساعة الخامسة و53 دقيقة صباحا المواقعية بذن الله على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعدة الآن الفجر الساعة 25 دقيقة شروق الشمس ساعة 46 دقيقة بالنسبة لغروب الشمس الساعة الخامسة والسبع دقائق بالنسبة للطقس المتوقع خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله على مدينة الكويت الأجواء ستكون باردة وانخفاض في درجات الحرارة قد تصل إلى 16 درجة مئوية ننوه لمرتادي البر وأهل الشاليهات أنهم يديرون بالهم مع استمرار للنشاط الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة الصغرة متوقعة ما بين 7 درجات إلى 12 درجة مئوية ابتداء من يوم الأحد يقلب الهوى كوس جنوبي شرقي قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة وأيضا هناك ارتفاع الملومات قد تصل إلى 7 أقدام أجواء غايمة جزئيا والأجواء ستكون أدفع بسبب دخول منخفض جوي سريع درجة الحرارة العظمى متوقعة 22 درجة مئوية بالنسبة للصغرة 10 درجات مئوية ابتداء من يوم الأثنين أجواء غايمة جزئيا وعودة للرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة العظمى متوقعة 21 درجة مئوية بالنسبة للصغرة 15 درجة مئوية أعزاء المشاهدين مع بداية عطلة أسبوع الأجواء ستكون باردة نسبيا وأيضا الأجواء البحرية غير مناسبة لأنشاط بحري